في هذا الملف معنا عبر الأقمار الصناعية هفال فتاح الكاتب والمحلل السياسي أستاذ هفال إدراج شكوى العراق على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي ألا يعني نجاح العراق في إحراج أنقرة في موضوعة وجود قواتها في شمال العراق نعم تحية لك ولمشاهدي الفلوجة نعم إدراج هذا القرار ضمن جدول أعمال مجلس الأمن الدولي نجاح سياسي ولكن ماذا على الأرض؟ هذا النجاح يمكن أن يساهم في دعم العراق من قبل بعض الدول ولكن على الأرض هناك نرى معسكرات للجيش التركي قرب الموصل ولنبدأ من حيث ما انتهى منه مجلس النواب العراق اليوم إبراهيم الجعفري أشار في المؤتمر الصحفي وأنتم لم تشيروا إليه لأنه قال أنه ليس هناك أي معسكرات لقوات أجنبية داخل العراق وأنتم تعلمون ويعلموا العراقيون جيدا أنه كانت هناك معسكرات لبعض الدول الأقليمية في العراق ولم يتم الحديث عنها من قبل ولم يرفع أي شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول الانتهاكات التي وقعت آنذاك لماذا الآن هذا التضخم الإعلامي من قبل الحكومة العراقية ما تشير إليه ورد في سياق التقرير في كلمة إبراهيم الجعفري حين أشار بأن الاتفاقيات ولسيما اتفاقية 2009 هي نصت على عدم تواجد وبالتالي لا يوجد هناك ما يقنن وجود القوات التركية في شمال عراق ولكن بالعودة إلى موضوع مجلس الأمن ألا تعتقد بأن إدراج قضية المعسكرات أو التوغل كما تسميه الحكومة العراقية التركية في شمال العراق سيدفع أنقرة بالضرورة إلى سحب قواتها من شمال العراق وأغلاق ذلك المعسكر نعم هذا نصر سياسي كما أشرت إليه ولكن هناك حرب بين قطبين قطب تتزعمه الولايات المتحدة ويقوم بهذا الدور تركيا في العراق وقطب آخر يقوم به الجانب الإيراني ويدعمه الطرف الرؤوسي أي أننا أمام حرب عالمية بالفعل ورأس الحرب هي الحرب بين سنة والشيعة يتمركز الحرب هنا في بؤرة محددة هي قريبة من الموصل في اعتقادي هذه الحرب ستطول هذه الحرب بين طرفين ستطول ولكن من سيساهم في هذه الحرب ومن سيساهم في حل هذه المعركة أما على الصعيد السياسي فهناك نصر سياسي للعراق طبعا بالدعوة من مجلس الآن بمناشدة الاتحاد الأوروبي بمناشدة حلف شمال أطلسيا النيتو بالتدخل وأنتم تعلمون أن تركيا طرف في حل النيتو تسويقك للفكرة على أن هناك صراع أقطاب في هذه المسألة هل هذا يعني بأنه لا إحراجة لتركيا ولا إدانة لتركيا في جلسة مجلس الأمن التي سوف تناقش فيها فكرة الوجود التركي في شمال أرق طبعا هناك شضايا لحرب غير معلنة بين تركيا وروسيا اليوم كما سمعتم هناك قام سفينة روسية بإطلاق النار على سفينة تركية رئاسة أركان الجيش التركي منعت الجنود الأتراك الضباط الأتراك من السفر إلى روسيا فهذه حرب بين روسيا وتركيا ولكن شضايا هذه الحرب تتشضت في هذه المنطقة في منطقة شمال العراق أما على الصعيد السياسي فطبعا هذا صراع سياسي أيضا إلى جانب الصراع العسكري الصراع السياسي تقوده الولايات المتحدة من جهة والطرف الثاني في روسيا من جهة الثانية ولا تنسى أن تشدد الروسي مآخرا ودعوة بوتين قواتي إلى عدم إلى الرد على أي تهديد يتهده الجيش التركي هو بادرة لا نعتبرها حسنية باتجاه الحلحة السياسية في المنطقة هناك أصوات في داخل مجلس النواب كما سمعناها أيضا في سياق التقرير تحاول أن تصف الأتراك أنهم أعداء وبالتالي لا بد من قطع العلاقات الدبلوماسية وكذلك العلاقات التجارية بين البلدين برأيك هذا الضغط السياسي المتصاعد المتوالي ما شهدناه يوم أمس من إخراج ميليشيات الحشد وقياداتها في تظاهر في بغداد ألا يعني بأن تركيا تتحول بالتدريج إلى عدو بوجود هذا الضغط السياسي أو ما اسميته أنت شضايا الحرب بين تركيا وروسيا يا أخي هناك اتفاق بين العراق وتركيا وقع منذ عام 1983 يسمح بالتواغل التركي داخل الأراضي العراقية بمساقة بالأحرى بإزاحة خمسة كيلومترات ولكن ألغي هذا الاتفاق من قبل مجلس النواب العراقي عام 2009 أي أن العراق لم يعد ملزما باستدعاء الجيش التركي حتى لتدريب الجيش العراقي ولكن هل هذا ملزم من قبل الجانب التركي؟ هذا أولا ثانيا أن نائب رئيس لا تنسى أن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قرطل شوب قال في تصريح صحفي بالحرف الواحد أن تركيا لن تنسحب معسكرها القريب في بعشيقة القريب من الموصل وقال أيضا أن القوات التركية تتولى مهام تدريبية وأن هذا ليس بجديد حسب قول نائب رئيس الوزراء التركي أي أن هناك اتفاق وقع في 17 سبتمبر عام 2014 بين تركيا والطرف من الأطراف العراقية حدده بالاسم الرئيس اليدوغان أيضا قال هذا الكلام وهذا ما أود السؤال حدده بالاسم التمسك بهذه الفكرة يدفع أصوات داخل مجلس النواب إلى التشبث بطروحات أن تركيا تحولت إلى عدو للعملية السياسية في العراق نعم وهنا بعض الأصوات وهنا بعض الأصوات التي تدعو إلى ضبط النفس وإلى التهدية كما سمعنا اليوم أيضا علاوي حين قال يجب أن نتخذ الخيار السياسي أولا والحوار قبل اللجوء إلى أي عنف لأن هناك أصوات داخل جماعات مسلحة بين قوسين شيعية تدعو إلى الانتقام وإلى الاعتداء على العاملين الأتراك في العراق وهذا ما سيثير ضجة داخل الأشار العراقي أو سيفاقم الوضع أكثر وسيؤدي إلى تصعيد بين القوات يمكن بين العراق وتركيا وسياسيا بين أنقرة وبغداد لا سمح الله هفى الفتاح المحل السياسي أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من أربيل عبر الأقمار الصناعي شكرا